بعض المفاهيم الأساسية عن المعادلة التفاضلية المعادلة التفاضلية differential location يعني إيه معادلة تفاضلية؟ المعادلة التفاضلية هي إعلاقة تحتوي على متغيرات ومعاملات تفاضلية المتغيرات منها مستقل ومنها تابع شوف هذه الأمثلة هنا بمعادلة التفاضلية الـ X متغير مستقل والـ Y متغير تابع هنا نفس الكلام هاللحظ أنه عندنا متغير مستقل الـ 1X ومتغير تابع Y متغير مستقل الـ 1X ومتغير تابع 1Y هنا نفس الكلام متغير مستقل الـ 1X ومتغير 1 تابع Y إذا احتوت المعادلات التفاضلية على المتغير مستقل واحد والمعاملات التفاضلية بالنسبة لها أو بالنسبة لهذا المتغير مستقل فإن هذه المعادلات تسمى معادلات تفاضلية عادية Ordinary Differential Equation إذا كان عندي أكثر من متغيرة مستقل هنا X متغيرة مستقل Y متغيرة مستقل Z هنا متغيرة تابع هنا X متغيرة مستقل Y متغيرة مستقل T متغيرة مستقل Z هنا متغيرة تابع بمعنى عند أكثر من متغير مستقل فإن هذه المعادلات تسمى معادلات تفاضلية جزئية باشا الديفرنشي الوكريشن يمكن تصنيف المعادلات التفاضلية من حيث ردبة المعادلة التفاضلية ردبة المعادلة التفاضلية هي أعلى معامل تفاضلية في المعادلة التفاضلية يعني أعلى مشتقة موجودة نشوف إذا كان معنا معادلة تفاضلية بالشكل ده طبعا هنا إكس متغير مستقل وي متغير تابع المشتقة الأولى المشتقة الثانية المشتقة النونية بأن هذه المعادلات تسمى معادلة تفاضلية من ردبة إن نشوف المعادلات تفضلية من ردبة أولى والتانية هنا مشتقة أولى هنا مشتقة تانية يبا嘖 أنت معادلة تفاضلية من ردبة الرأي هنا معادلة تفاضلية من ردبة الرأي هنا تسمى الصورة الصريحة هنا نسميها الصورة ضمنية فfx والy والدائش والمعادلة التفاضلية معادلة التفاضلي علامة süرات الأولى ل幅ها الصورة مجموعة دعاجة المعادلة التفاضلية degree هي القوة المرفوعة مع استقلالها أعلى مشتق تفاضلي أعلى مشتق طورة ماينissimo لقد هي دعاجة المعادلة التفاضلية بحيث تكون explanation بحيث القوة التفاضلية بالصورة القياسية هنا معادلة تفضلية، فهنا المشتقة الأولى ومعادلة التفضلية من الوتبة الأولى هنا القس هنا كام واحد كام واحد هنا المشتقة الثانية، موجودة هنا المشتقة الثانية. القس اعلى مشتقة اصها كام اثنين يبقى الثانية أعلى مشتقة هنا كم نبص كده أعلى مشتقة هنا ثلاثة المشتقة الثالثة القوة بتاعتها كم اتنين يبقى الضائجة الثانية نشوفوا المعادلة دي أعلى مشتقة هنا ايه كم اللي هي اتنين يبقى دي من القطبة الثانية طب نحاول نخلي المعادلة دي على الصورة القياسية بمعناها هربع الطرفين اذا هيبقى هنا دي أس كم بعد مربع دي بأس اتنين يبقى من الدراجة الثانية ايضا يمكن تصنيف المعادلة التفاضلية من حيث كونها خطية او غير خطية المعادلة التفاضلية يقال انها معادلة تفاضلية خطية اذا كان المتغيرة التابعة Y والمشتقات الى هي ويداش ويدبل داش وكذا تظهر في المعادلة التفاضلية من الدراجة الاولى بمعنى ايه بمعنى ان الواي والمشتقات مش مضربة في بعضها او المشتقات مش معفاق الأس اعلى من واحد او الواي مش معفاق الأس اعلى من الواحد تعالوا نشوف دي معادلة تفاضلية خطية من الدراجة بالولى معادلة تفاضلية خطية من الدراجة بالتانى نشوف هنا مثال هنا الواي والواي داش فيه حصر ضعبة بينهم وهنا الواي أكدنا الواي والستثناء أكدنا ويفو واي يبقى دي غير خطية هنا طبعا معدلة تفضلية خطية